وهذا سائل يقول نرجو من سماحتكم النصيحة بطلب العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة لأننا نلاحظ كثيرا من الناس يعمل أعمالا شركية الواجب على المسلم أنه يتعلم أمور دينه التي لا يستقيم دينه إلا فرض عين على كل مسلم يتعلم العقيدة الصحيحة ويعرف ما يضادها وما يخل بها من الشرك الأكبر والأصغر ويدرس أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام وأحكام الحج أركان الإسلام ألا لا يسع مسلما ألا أن يتعلم هذه الأمور ولو على سبيل الاختصار ولو على سبيل الاختصار حتى يعرفها هناك مختصرات يسيرة في العبادات الخمس موجودة يحفظها ويقرأها على المشايخ ويتفهمها وفيها خير كثير وإذا رأى من أحد أنه واقع في الشرك عليه أن يبين له وأن يدعوه إلى التوحيد ويبين له الشرك ولا يسكت ويتركه وهو يقدر على تعليمه على دعوته للتوحيد نعم ترجمة نانسي قنقر